السلام عليكم حلقة اليوم بيش تكون طويلا شوية لانه بيش نحكي وفاعل flips ل οι رياضي الساحلي سي رفع منع الانتداب كيف كيف النادي الافريقي الي مزايه الى حد الان مترفاعش عليها منع الانتداب واخر اخبار الموضوع بطبيع موضوع منع الانتداب من غير ما لساوي التراجل الرياضي التونسي اللي اليوم خاط مقابلة ودية ضد النادي ريادي القرب المقابلة اللي انتهت بانتصار التراجي الرياضي التونسي هدفين لسفر هدف كل من يان ساس وحمزة الاجلاسي اللي سجل الهدف الثاني لتراجي الرياضي التونسي خلينا نبدأ بالنجم الرياضي الساحلي النجم الرياضي الساحلي اليوم جماهيره صراحة عملت كيم معمل جمهور النادي الافريق وهذه هي الجماهير الكبيرة وقت اللي يوصلوا لمولك ستة مليارات ويترفعها المنع على النجم الرياضي الساحلي بش يبدأ بداية جيدة في البطولة التنسية وبش ينافس على البطولة التنسية لأنه نحكيه على الشهر التالي النجم الرياضي الساحلي اللي بلاي سنتاعه متاع مرتبة سادسة مرتبة سابعة ممكن مش مشكل حتى كيقولوا مرتبة سابعة الثامنة وتاسعة لأنه يمر بوضعية صعبة على الأخر لكن بعد قدوم رئيس الجامعية زباية ربيا زباية ربيا اللي كل الجماهير التنسية متنجم كانت كله الاحترام ولهنا فقط نقطة شخصيا كنت نكوّر في النادي الرياضي القربي في الدرجة الثانية التنسية هلال المساكن وقتها يلعب معهم زباية ربيا لعبنا ضد هلال المساكن وعبده ولله نحصر في زباية ربيا حاشم منه أقسم برب الكعبة حاشم منه لأنه كتشوفك الوقار اللي عنده شخصية قوية برشو في نفس الوقت متربي مش شكل المتربي متاع الحلويسة ذاك كلي يبان كيينه ضعيف شخصية ولا مانيش فيها منه بهلو ليه 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 متربي إما في نفس الوقت شخصية قوية برشا تمنيت شخصيا زباية ربيا يكون رئيس الجامعة التنسية لكورت القدم لأنه أدها وأدود كي ما يقول المصري فقط باش نطرق الموضوع وهو موضوع بن عيادة اللي يعاكعك من الأندية التنسية وهو فارغ ما عنده شيء هكا يبدأ يجري سبحانه خيمه معاق انتي ولا مانيش نضحك على خليقة ربي سبحانه أما منحس بدنك مشكل ياسر كي مانيش فاهم أنا كيفية برا للبوكس تمش تنجح في البوكس اللي برا يمشي مانيش عارفانه في الفكلوت تنجم تنجم تنجح أما في كورت القدم بعيد عليك الشيء الشيء بعيد عليك برجا عك عكت من الأندية التنسية ربي معاك يعني النادي الافريقي إلي حاد الان ملعبش معا حتى مقابلة ويسيلوا النجم الرياضي الساحل يسيلوا أمورك أما فقط نقطة واحد صاحبي اليوم مسؤول في النجم الرياضي الساحلي في فود فانتكار يحكي قال السيدي سيلنا كذا وكذا يعني تقريبا مليار سيلنا مليار لكن التأخير هذاك 40 ألف دولار أو 40 ألف أورو متاع التأخي 120 مليون أبعثنا له شكون لتزير بيش يحكي معا عليك التأخيرة عليك التأخيرة كهو قالهم ليه تعطوني فلوسي ما هيش فلوسك يا سيد الشيخ على خطر ثم برشة مع الفلوس معاش يفهم حتى ما رباء ذاك يا ساحبي مكبو صلي انت وكذابنا يا ساحبي الرمل رباء هذاك مع كل احتراماتي للشعب الجزائري الي فيه الباهي والخايد كيف الشعوبة الكل خود فليساتك الحلال متاعك حقك هذاك أما الآخر صاحبي متخو فيه هلوه متاعك انت هذاك متاعك تخو فيه هل تشتفلموا علينا بربو بنجمر أو بنعمل هاي تكي هذاك على جناب وبش اخذ ركز اسمه الظهير ليمن تاع نادي الأفريقي مختار بالخيثر التوى الجمهور النادي الأفريقي فرحان بيه وقت اللي تصير مقابلة أو اللي حتى مقابلة بين فريقه والتراجة الرياضي التونسي النادي الأفريقي يكرمه مش روش هماتة في التراجة الرياضي ليه اما حبا في اللاعب ثم فرصة الجيل تونس نمشيوله ونكرموه وكذا ونفرحو بيش ندخلهم في التراجة الرياضي التونسي على خاطر السيد يسلم اكثر من 500 مليون مليون ولا 700 مليون سامح في اكثر من اشترها خي ولد النادي الأفريقي هو ليه اما راجل 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 اللي تقعد تحكي عليه وربي يبارك له وربي يبارك له وفي فلوسه اما انتي تاخه في اللانتي ريس في الرباء يا حارب الله ورسوله باللانتي ريس وبالرباء اللي تاخه فيه هذا فيما يخص النجم الرياضي الساحلي اللي كيف ما قلنا عليه تقريبا الشهر التالي الترتيب متاعهم تعمرت بس سابعة ثامنة عاشرة في البطولة التونسية لكن الان النجم الرياضي الساحلي خليونا يقولوا قادر انه ينافس على مراتب اتخولوا انه يشارك في مسابقة افريقية كأس الكاف ولا ربيت الابطالة الافريقية نجيو للنادي الافريقي الافريقي اللي حكينا عليها البارح وقلنا ثم مشكلة كبيرة وبينها اللي ذاياها اللي تعريباها ذايا اللي ملعبه حتى مقابله ويسال للنادي الافريقي كيفاش يسالهم ما ندروش وكيفاش يارضي كلها كيف كيف ما ندروش على كل احد النادي الافريقي بحول الله قلنا راهو منع الانتداب بشي ترفاع هذا مما لشك فيه لكن الاشكال وين الاشكال انو النادي الافريقي يلزم يبدأ البطولة والملاعبية الكل على ذمة المدر اول مقابلة ليك راهو ضد اتحاد بنجردان مقابلة مهمة على الاخر لو كانت تحب تنافس من الول تو انتي عامل هذا الهيلمان هذا الكل والامور هذي الكل اللي هي بطبيعة ما تنجم كانت تكون ايجابية وانتدابات محترمة وكذا واحد ومبعد جي الانتدابات هذي كل بشوالي كينها كدس 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 ما هيشي على ذمة المدرب المدرب ما عاش نجم تلوم عليها كل شي حتى سبعة ضد بنجردان ما تنجم مش تلوم عليه والانتجة باش تأثر وهذهك عليش قولنا لو كانه امكانية باش اليدارة تزيد تسرع اكثر باش يرفعوا هالمنع هذي اليوم باي اليوم القضية متاعه سا هيه تغلقت والجمعية متاعه بعثت الوصل هذهك بش يبعثوا النادي الافريقي للفيفا يعني ملف وانقص هما سبع ملفات توا ستة ملفات منهم ثلاثة ملفات متاع اللاعبين الجزائريين اللي يلزم تيمشي انتي غادي باطلع لهم اطلع للبنك المركزي الجزائري ولا ما نعرش شوين برمشي غادي كما يمشي النجم الرياضي الساحلي يمشي وبنعيد برمشي غادي يعطيهم فلوسهم ويجيب وكذا خلي الامور تمشي تمشي شوية حول الله اخر الاخبار تقول انه الامور كلها مريقلة على خطر علىش ساعة لساعة يقول لك يلزم الهيئة المديرة تخرج وتسرح اخي باش نقعد ونسرح وفي كلها لا اذا موضوع مهم ومهم على الاخر احنا مانش باش تخرج هيئة وتسرح على ملاعبي جاي ولا ما جايش ولا والله يعليش مثلا اللاعب الفيرانسي ما تقبلش وزعم صحيحة مضروب ولا مش مضروب مانش نحكيه على الحكاية اذا نحكيه على اهم ملف الملف اللي ينجم يأثر على النادي الافريقي على خاطر شوفنا انه ثم بعض الملفات اللي يماشي في بالو جمهور النادي الافريقي تسكرت زي لكن مع بطبيعة نحكي على هيئة العلمي اليوم ظهر بالكاشف انه الملفات هذي مزلت محلولة وطلع السيد اكلاء جمهور النادي الافريقي بالهف لكن هكا كيخرج وصرح وتكلم اليوم يبين والتاريخ ميرحمش هاو طلعها بهبار وبصاص سمحوني بجاه ربي سمحوني امره وساعات شيئة شيئ شيئ ساعات تخرج ونجيبوها معلالوحة وما نعرفش شنوه وعمللي هكا وعمل هكا يقول لك لتعلى متاعك الفراعنة هذيك اللي عامل كيف اكيد قلتها فرعون ماشي في بالو وفي الاخر طلع فرعون فالسو من البرك فالسو وفرعون عاملها كما فالسو مشكلت على الفراعنة متاع مصر ليه متاع البركة متاع بابا بحرم متاع متاع تونس ليذي الجامع الهيئة الحالية للنادي الافريقي برئاسة هيكل ادخيل يلزمها تخرج وتطمن الجماهير متاح على خطر الجماهير متاحها فرحانة وكذا تيميل امور مريقلة ما كم قلتوا الامور مريقلة وكلها مسئلة وقت اي خرج انتي وكله رحي مسئلة وقت ورحوا ان شاء الله مبعد 48 ساعة ولا مبعد 72 ساعة ولا قبل ما تبدأ البطولة بش ترفع المنع والامور واضحة اما انتي كي تسكت هكا بش خلي ضبابية كبيرة زعم المقابلة لولا بش نلعبوها بالرفع ولا من غير رفع والملعبية هذو ما بش يكونوا على ذمة المدرب ولا مش على ذمة المدرب على خطر كي ما يكونوش على ذمة المدرب بش تولي لغة كدس لم 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 وصحيح ما ذماش يلزم الهيئة تخرج وتسرح راهو مهم مع الاخر ما هوش موضوع عادي بش تطفي عليه الذوتا ويمشي بطبيعته اخرش اما كي ما تخرجش انتي تولي ثم لخبتا زعمة ليه مزين شهر شعرين ما هوش مش ترفع المنع اخرش وتكلم ونختمو الحلقة بالتراج ريادي التونسي اللي اليوم انتصر على نادي ريادي القربي هدفي لسفر الى حد الان المدرب كردوزو قال نبدأوا بالمقابلات مع الانديا اللي في المتناول بش نفهمه رواحنا ونفهمه التكتيك بتاعنا ونطبقه التكتيك على خطر بينا مش كي ما تطبق تكتيك ولا تحاول بش تطبق تكتيك ضد فريق في مستويك كي ما تطبق تكتيك ضد فريق في المتناول تبدأ بالمتناول حتى يجي الصحيح الى حد الان مصحيح مثلا ماش بعد ما تخرج وقال وقال راهوا بش نلعبه ضد انديا كبيرة اول مقابلة بعد التصريح انتاعه ضد النادي الرياضي القربي فقط في المقابلة هدية زوزة ملعبية يزمنها نحكيوا عليها اللاعب الاول وهو يانساس والهدف اللي يسجل بصراحة بصراحة مع كل احتراماتي للنادي الرياضي القربي اللي نحبه وعديت فيه خمسة سنين التا تا 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 متاعي يانساس وكيفاش عمل هكا وهكا وتعدى بالقرديان يفكرني عبارة واحد ممسوس ما نيش عارف تسمحوني يضربوا جنه وعملوا له رقية ما هو يبدأ ينقز يطلع ويهبط يفرفت كيف انهكيك بالضبط ولا كلي في البلاي ستيشن مش الفرقية لك الاكس كاروة تكسر بيه في البلاي اين اما كلي تبدأ تسيب تنحي يدك على سبيد وتمشي بالسياسة وتعمل له وكا وترجع به وتتعدى تتلوك اللي حناشي ولااخر تنجز منه ودار منه المشكلة مش تنجيمش تلوه من تي حارس المرمى مش حتى خطروا حارس مرمى بالدرجة ثانية لاندي الرياضي القربي عنده حراس مرمى ممتازين منه ان شاء الله مهران اللي لعب معايا كيف كيف منتصر اللي منبعد منتصر خمير اللي لعب منبعد في الدرجة الاولى التونسية بخارجين حراس مرمى ممتازين حتى بلال السويسي لعب معنا بلال السويسي اللي لعب السابق لالترجة الرياضي التونسي واللي لعب في السسمة هي لعب في المتلوي العب في المتلوي عد عام بعد الترجة الرياضي تونسي عد عام في النادي الرياضي القربي يعني عنده حراس مرمى محتر مين لكن الخبرة الكبيرة والفنيات خاصة الفنيات الكبيرة متع يانساس هي اللي بدأت بحارس المرمى يعني يانساس بادي اخوي البيهي عكس رودريغو رودريغيز بادي باين السيد جيمة حزم الموسم الحالي قال لهم باش نوريكم اللي عمركم ما شفتوه في لعب اجنبي في البطولة التونسي اراني يانساس وخايف هنا يا اخوي بصراحة لا يبدأ يعمل فاكل فازاته وعمل لكه وعمل لكه هو يشنع في الجماهير على خطر اللي عملوا الموسم الفارت من مردود ممتاز اللي قاعد يبين فيه حاليا في التحذيرات الصيفية يأكد انه باش يعمل الدوب بالامتاع وممكن حتى التريبل ومن غير ما ننساو العبد الرحمن كوناتي الوافد الجديد لترجل رياضي التونسي اللي العب اليوم ضد النيادي رياضي القربي ويبين انه اللاعب صاحب امكانيات كبيرة وساسمه هو اللي جابل صفقة اللاعب السابق لله هيثم عبيد هيثم عبيد يبينينهم انه جابلهم ملاعبي وعليها لكلام سبحوني في الكرمة بين قوسين راهوا معقب هاشا على ادارة الترجل الرياضي التونسي على خطر ادارة الترجل راهي ثيقته بالثيقة انتي بتاعنا ولدنا جيت باش تودنا بملاعبي والله راهوا ملاعبي على على الضمانتي اوكي هايثم ريجل خويت جيبوا قداء كذا كذا تك 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 خوذ فلوسك جيب لملاعب كل يوم تتفرج فيه صحيح ضد النيادي رياضي القربي لكن اللاعب هذا راهوا كاك السلسار السلسار ماكينتي كيتاخذوا بعد تعملوا اللي تحب عليه نفس الشي اللاعب اذاي متكون متكون على قصص صحيحة بعد انتي كاك السلسار معناه يطاوعك وين تحب تحطو كيفاش تحب تلعب كيفاش تحب تلعب كيفاش هاني موجود هاني موجود هذا يعليش على خطر التكوين متاعه جيد صفقة الى حد الان تبين انها صفقة ناشحة للترجل الرياضي التونسي هذا الكل يبين انه بحول الله البطولة الموسم الحالي الاشكال الوحيد فيها هي الملاعب لكن كتشوف الانتدابات متاع النادي الافريقي والترجل الرياضي والسياسيس وحاليا النجم الرياضي الساحلي يبين انه البطولة باش تكون عندها طعم الموسم الحالي حلقتنا اليوم وفات في ختام الحلقة كالعادة البياري متبقك باش يقول لكم حظ موافق للمنتخب التونسي حظ موافق اللاعبين الدوليين في الدوريات الاوروبية في الدوري التونسي تحية تونس عيش تونس كلنا تونس وسلام